دكتورة هلزايد وزيرة الصحة قالت أنه تم الانتهاء من إجراء 453.845 عملية جراحية في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنعت ثراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحارجة ودام بداية انطلاقها في يوليو 2018 والحد مبارح وأكدت وزيرة الصحة أن المبادرة الرئاسية مستمرة رغم أزمة فيروس كورونا مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتخصيص بمرات آمنة للمرضى في المستشفيات لمنع الاختلاط بالمصابين بفيروس كورونا نجدت الوزير المواطنين اللي محتاجين تدخلات جراحية عاجلة بسرعة التسجيل في برنامج قوائم الانتظار ودي يمكن المناشدة دي حية جديدة علينا الأول كنا بنسمع أن احنا المواطنين بيحاولوا يتواصلوا عشان عمليتهم وعشان في قوائم انتظار طويلة لكن هذه المناشدة وأن وزيرة الصح هي اللي بتناشد المواطنين بالتسجيل في خطوة جديدة ومهمة جدا